أثارت بعض الأنباء التي رافقت أهم اللقاحات المعتمدة عالميا ضد كورونا في الآوينة الأخيرة حالة من القلق والتساؤلات حول مدى فعالية هذه اللقاحات ضد السلالات المتحورة من الفيروس تحديدا وأمانها أيضا على المتلقين الذين توفي عدد منهم إثر تلقيحهم وأن هذا العدد محدود جدا وإن كان هذا العدد محدود جدا إلا أنه أرغم بعض الدول والمناطق على استخدام أنواع معينة من اللقاح ووقف أخرى إلى حين استكمال الدراسات الجارية بشأنها حالة من القلق وعدم اليقين أثارتها الأنباء المتواترة عن بعض لقاحات كورونا فبعد التقارير عن حدوث حالات نادرة من الجلطات الدموية المصحوبة من خفاض الصفايحات الدموية عقب التطعيم بلقاح أسترازانيكا حيث أوقفت أكثر من 12 دولة في وقت واحد استخدام اللقاح أكدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة إجراء دراسات متخصصة لفهم العلاقة المحتملة بين التطعيم والمخاطر وواجه لقاح جونسون أند جونسون مشكلة تجلطات بالدم على غرار لقاح أسترازانيكا البريطاني الأمر الذي جعل ثلاث ولايات أمريكية تتخذ قرارا بإغلاق مراكز التطعيم التي تقدم هذا النوع من اللقاح بشكل مؤقت بعد تعرض بعض المتلقين لردود فعل سلبية وآثار جانبية شديدة جراء تلقيهم لقاح جونسون أند جونسون أما الآثار الجانبية المترافقة مع لقاح بايزر بايونتيك فتعد أقل حدة بالمقارنة حيث خلصت دراسة جديدة نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية إلى أن أكثر من نصف الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل شعروا بعرض واحد مشترك والتعب وبشكل أقل الصداع وآلام العضلات لكن النبأ الأشد وطأ حول لقاح بايزر بايونتيك جاء في دراسة أجريت في إسرائيل أظهرت أن سلالة جنوب إفريقيا قادرة على اختراق اللقاح إلى حد ما ومع ذلك حذر الباحثون من أن الدراسة لم يكن بها سوى عين صغيرة من الأشخاص المصابين بالمتغير الجنوب إفريقي بسبب ندرته في إسرائيل وفي اعتراف نادر بضعف بعض لقاحات كورونا الصينية قال مدير المراكز الصينية للسيطرة على الأمراض جاوهو إن اللقاحات الصينية لا تتمتع بمعدلات حماية مرتفعة للغاية وإن الحكومة تدرس مسجها لتعزيز قوتها كان باحثون في البرازيل قد خلصوا إلى أن معدل فعالية لقاح سينوفاك الصيني تصل إلى خمسين فارز أربعة بالمئة فقط ووسط كل هذه الأنباء التي يراها الكثير من المشككين باللقاحات بأنها غير مشجعة يؤكد خبراء الطب أنه من المعتاد في حملات التطعيم المكثفة أن تلاحظ آثار ضر محتملة فاللقاحات قد تكون لها آثار جانبية مثلها في ذلك مثل جميع الأدوية ويستند إعطاؤها إلى تحليل للمخاطر مقابل الفوائد خاصة في ظل هذه المعركة المستشرية التي يخوضها العالم أجمع ضد فيروس كورونا ينضم إلينا من ولاية فيرمونت الأمريكية دكتور بوب آرنت الاختصاصي في الأمراض المعدية مرحبا بك دكتور رباب شكرا جزيلا لك لتلبية الدعوة من أو ما هو اللقاح الأكثر خطورة الآن نتكلم بصراحة اللقاح الذي أنت كطبيب مختص لا تثق باستخدامه أو يجب أن يتوقف استخدامه أسترزينيكا هو موضع التساؤل بالنسبة للشبان والنساء هناك مستوى من ردود الفعل ويمكن أن يكون هناك تأثير على المخ وأن يكون مميتا بالنسبة للشبان الذين لا يتعرضون لمخاطر الوفاة ربما من الأفضل عدم أخذ اللقاح ولكن في الموقف الذي فيه انتشار شديد للفيروس في أوساط المسنين أي لقاح سيساعدهم من ناحية منع الوفاة ودخول المستشفيات اللقاح الذي أفضله أنا هو لقاح mRNA بمعنى نحن نعطي الكود أو الرمز إلى الجسم هذه الفيروسات لديها شويكات والجسم يتعرف على هذه الشويكات طيب فقدنا التأثيرات الجانبية جونسون أنا لا أقلق بشأنها أسترزينيكا يسبب مشاكل لدى الشبان وهذا سؤال عظيم طيب متى تكون نسبة فعالية اللقاح مهمة هذا سؤالي من شقين إذا تكرمنا دكتور باب متى تكون نسبة فعالية اللقاح مهمة يعني خمسين بالمئة هل قد تنصح حتى لو كانت خمسين بالمئة أن يتناولها فئة معينة قد تكون مفيدة لكبار السن أو عدم تلقي اللقاح على الإطلاق الجانب الآخر من السؤال نتحدث عن أن كل هذه اللقاحات ظهرت في ظرف طارئ دكتور هل هذا يعفي السلطات اليوم من أي أخطاء تم ارتكابها أو وفيات نتيجة هذا اللقاح أم لا يعفيها يا دكتور باب نعم هناك البنود الطارئة مثلا نأخذ رئيس أرجنتينا حصل على اللقاح الروسي وهو أصيب بالكورونا أو كوفيد 19 هناك في المدن هناك اقتضاد في المساكن وبالتالي حتى خمسين في المئة من الحماية هي شيء كبير أنا بالطبع أفضل اللقاح الذي يوفر فعالية بنسبة خمسة وتسعين في المئة وهي لقاحات مرنة موديرنا وفايزر اليوم هناك أخبار أنه حتى في لقاح فايزر هناك انخفاض كبير في عدد الوفيات في أوساط المسنين ولكن هناك فرصة أن تصاب بالسلالة الجنوب الأفريقية وهي التي يجب أن تقلقنا وهناك أيضا السلالة البريطانية أنت تقيس كمية الأجسام المضادة نتيجة لهذه اللقاحات هناك عدد أقل وبالتالي الفعالية تكون أقل هناك الكثير من المرونة من فايزر وموديرنا لأن هناك جرعات تعزيزية للسلالات المختلفة وبالتالي نتوقع في الصيف تغطية لكل السلالات أنت محق في سؤالك نعم يجب أن نكون مستهلكين جيدين وأتأكد من أننا نحصل على اللقاح المناسب لأنفسنا ولعائلاتنا هناك انفجار في الفيروس وفي الحالات وأي لقاح هو أفضل عدى الشابات اللواتي لا يجب أن يأخذنا لقاح أسترازينيكا إن سمحت لي بتسمية لربما أطلق هذه التسمية ميزان الجائحة عالميا اليوم نتحدث عن أن الصين اعترفت وأقرت بأنها عليها مزج لقاحاتها سوية حتى تصبح أكثر فعالية في ميزان الجائحة كما هو مطلوب من الجميع أن يتلقح هل سقط ميزان الجائحة إن توقفت الصين أو بسبب هذه الهزة التي تعرض لها لقاح الصين أولاً أنا كتبت بحثاً قبل سنوات عن بيروس ووهان لم يستطع الصينيون القضاء على العدوة أعتقد أن الصينيين لديهم خمس لقاحات مختلفة الآن وليس لديها مستوى الفعالية المتوفرة لنا ولكنها أرخص ويسهل توزيعها نحن لا نعرف ما إذا كان بالإمكان أن نخلط اللقاحات المختلفة لزيادة الفعالية هذا موضوع يخضع للدراسة الآن طيب هل تعتقد بأن الصين عليها الآن أن تفتح الموافقة أو تفتح الباب للقاحات أجنبية غير اللقاح الصيني هل هذه مسؤولية على الصين أن تتحملها الآن دكتور بوب أو على الأقل يعني لإثبات أو نفي التهم التي توجه إلى الصين إن كانت طبعا من وجهة النظر الصينية فيما تعلاق بحقوق الإنسان عدم الاهتمام بحياة الصينيين غيرها لقاحات رائعة الصينيون قاموا بعمل رائع في تخفيض العدوى ولكن يمكنهم الاستفادة من لقاحات فايزر وموديرنا قاموا بعمل جيد في إنتاج وتوزيع لقاحات رخيصة ولكن مع تقدم هذه الجائحة مهم أن ننظر على لقاحات فايزر وموديرنا لأن بها مرونة أكبر أعتقد أنها توفر مرونة أكبر في حالة سلالة جنوب إفريقيا والسلالة البريطانية أنا أهنئ الصينيين على إنتاجهم لللقاح مبكرا ولكن مهم أن ننظر على كل البيانات كي نتخذ القرار وأنا أؤمن بأنه في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الدول يجب أن تصنع هذه اللقاحات ليس اللقاحات المتطورة فهذا يخفض من السعر ويعمل على كبح جماح الجائحة ما رأيناه في السلالة الإفريقية كما هو الحال في HIV إذا كان هناك نقص في المناعة فمن المحتاجين أمل أن يكون هناك طفرة في الفيروس وتكون هذه العملية أسهل يجب أن نساعد الدول الفقيرة التي تعاني من هذه الأمراض فهناك انتشار لها حتى في الولايات المتحدة انظر على الأمريكيين من أصول لاتينية دائما الوضع الصحي لهم يحتاج إلى التحسن أن تتحسن الصحة العامة وتحسن فرص الخروج من هذه الجائحة وذلك عن طريق اللقاحات أعتقد أننا جميعا قلقين بشأن صحة بعضنا البعض دكتور باب أشكرك جزيلا لانضمامك إلينا حان الوقت العائلة أعتقد الآن شكرا جزيلا لك بوب آرنت اختصاصي العمراض المعدية شكرا لك من ولاية فرمنت أفرمنت